السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم ظاهرة تسخور أي تحول رواسب إلى سخور متماسكة بالنسبة لمستوى الأولى إعداد دلين واحد سخور رصوبية لدينا الحجر من الخاشين طين سخري ملح سخري كتالة هذا بطبع الحال يذكرنا بما أشرنا إليه في درس سابق أن العناصر الحتاتي الخاضعة للنقل تترسب على شكل حبيبات غير متماسكة فتشكل طبقات رصوبية لكن اتضح لنا بطبع الحال أن هذه الرواسب توجد على شكل سخور متماسكة هذا يجعلنا نطرح تساؤل ما هي الظروف التي أدت إلى تحول الرواسب إلى سخور متماسكة سنبدأ بالنشاط رقم واحد مقارنة بين الرمل والحجر الرملي الخاشين إذن لدينا هنا حجر رملي خاشين وهو سخرة متماسكة دينما الرمل كما نلاحظ بطبع الحال فهي حبيبات متفرقة أو سخرة غير متماسكة الإنجاز إذن المقارنة سنركز على النقاط الآتية هناك التماسك هناك المسامية والتي نقصد بها الفراغ المتواجد بين الحبيبات بطبع الحتاتية ثم ماذا نجد بين الحبيبات ثم هذه السخرة تكونت نتيجة ماذا؟ فيما يخص التماسك فبطبع الحجر الرملي سخرة متماسكة بينما الرمل فهي سخرة غير متماسكة بالنسبة للمسامية الفراغ التي أشرت إليه بين الحبيبات فبالنسبة بطبع الحل الرمل هناك حبيبات حرة بينما بيطابة الحال بالنسبة للحجر الرملي فبيطابة الحل الحبيبات متماسكة ماذا نجد بين هذه الحبيبات بالنسبة للحجر الرملي؟ نجد إسمانت وهو عبارة عن كيز بحيث عندما نضيف حمد كلوريدريك على الحجر الرملي نجد على أنه بيطابة الحال يحدث شيجان هذا يؤكد لنا أنه يحتوي على الكيز أما بين الحبيبات فيما يخص الرمل بيطابة الحال فنجد فقط ماء وهواء فيما يخص النقطة الأخيرة بيطابة الحال تكونت هذه استخران نتيجة ماذا؟ فيما يخص الحجر الرملي نتيجة تماسك الرواسيب بإنما فيما يخص الرمل فهو تكون نتيجة بطبع الحال حتى نقل ثم ترسم في هذه الحالة بطبع الحال يمكن أن نقول على أن الرمل سوف يتحول ليصبح بطبع الحال ليصبح ماذا؟ ليصبح بطبع الحال حجر رملي خشين هذا يجعلنا نستنتج بطبع الحال أن الحجر الرملي الخشين يتكون من نفس عناصر الرمل إلا أن الرمل غير متماسك والحجر الرملي الخشين سخرة متماسكة الفردية المطروحة في هذه الحالة أن أصل الحجر الرملي هو رمل خضع للتسخور بطبيعة الفردية ينبغي التحقق منها لذلك سننتقل إلى النشاط الثاني سنبحث عن العوامل التي تؤدي إلى تحول الرواصب إلى سخور متماسكة كما تلاحظون معي بطبيعة حالة لدينا مفتاح في هذه الحالة الذين هنا بتلو الأزرق يشير إلى الماء بطبيعة حالة صفيحة الطينية ثم لدينا حبيبات رمل لاحظوا معي المرحلة الأولى في هذه الحالة كما نلاحظ نسبة الماء في هذا الرواصب 56% بينما عندما يصل عمقه إلى حوالي 350 متر نلاحظ في هذه الحالة أن نسبة الماء نقصت إلى 40% عندما يصل هذا الرواصب إلى عمق أكثر من 500 متر لاحظوا معي أن نسبة الماء بطبيعة حالة تصل فقط في هذه الحالة تبلغ فقط 15% ماذا نستنتج من هذه الوثيقة؟ أن العوامل مسؤولة عن ظاهرة تسخور وهو الضغط والحرارة بطبيعة حالة هذين العاملين مرتبطين من العمق بحيث بطبيعة ارتفاع الضغط الحراري ينتج عنه طرد تدريجي للماء كما نلاحظ نسبة المئوية للماء المتواجدة في هذا الرواصب تنخفض كلما ازداد العمق إذن طرد تدريجي للماء مما يؤدي لها تناقص المسامية كما نلاحظ بطبيعة حالة الصورة بما أن هناك السمك الراصم يتناقص كلما اتشهن نحو العمق وبالتالي تماسك الحبيبات الرملية فيما بينها وتسمى هذه الطاهرة التماسك بما أن هناك تماسك بينها بطبيعة حالة العناصر الحتاتية ننتقل الآن إلى الوثيقة الثانية دائما في نفس الموضوع بطبيعة الحال لدينا هنا عبارة عن تمرين إذا صحة تعدل تمرين مدمج المطلوب منه في هذه الحالة تحليل معطيات الجدول أليف لدينا عمق الراصب الطيني في هذه الحالة الأمر يتعلق بطين مسامية الوحل الطيني لأن عندما يكون العمق الصفر أي على مستوى السطح المسامية فيما يخص الوحل الطيني تصل إلى 72% على عمق 500 متر في هذه الحالة المسامية تبلغ فقط 35% أما على عمق 1000 متر فالمسامية أقل من 10% ماذا نستنتج فيما يخص بطبعة حالة الجدول الأول في هذه الحالة ربما تضح لكم ذلك كلما ازداد العمق كلما نقصت المسامية فعلا هناك علاقة بين العمق الراصب والمسامية بحيث كلما ازداد العمق كلما نقصت المسامية ننتقل الآن إلى الجدول الإباء كما نلاحظ بضبط حل يدينا العمق بالمتر درجة الحرارة دقلي سلسيوس ثم الضغط بالكيلوغرام في كل سنتيمتر مربع إذا فيما يخص عمق 500 متر نلاحظ أن درجة الحرارة تبلغ 15 درجة سلسيوس بينما الضغط 70 كيلوغرام في كل سنتيمتر مربع عندما يصل العمق إلى 53 متر في هذه الحالة درجة الحرارة 150 درجة بينما الضغط 1120 ربما بضبط حمس الواضحة كلما ازداد العمق كلما ازداد الحرارة وازداد الضغط فعلا فيما يخص الجدول الإباء كلما ازداد العمق كلما ازداد الضغط والحرارة فيما يخص الشكل التاء كما نلاحظ بطبط حل لدينا هنا كما تلاحظون معي نسبة الماء بطبط حل في هذه الحالة 56% لنسبة عندما يصل العمق إلى 500 متر تقريباً مسام 140% وعندما يصل إلى ما بين أو أكثر من 700 متر مسام 100 فقط 15% ذا الفكرة واضحة بطبط الحل هنا بطبط حل كلما ازداد العمق كلما نقصت نسبة الماء بطبط حل على مستوى هذه الرواسط ماذا نستنتج من هذه الواتائق فيما يخص العوامل المسؤولة في هذه الحالة عن تسخر الطين وعامل المسام المرتبط بكل من الضغط والحرارة وبطبط حل الضغط والحرارة مرتبطة بدورها بالعمق نتابع ماذا نستنتج من دراسة هذه الواتائق؟ سقط ميال أمطار المحملة بتنائي أكسيد كربون إذا الفيامية حمضية إذا تتسرب هذا المحلول الحمضي أي الماء زائد CO2 في هذه الحالة ليعطينا بطبط حل محلول كيسي بمأننا نعرف بطبط حل أن الكيس قابل للدوبان في المحلول الكيسي لكن هذا المحلول الكيسي بطبط حل عندما يصطدم بطبقة غير منفدة للماء يتجمع كما نلاحظ في قاعدة هذا الكتبان الرملي خلال فصل الصيف في هذه الحالة بطبط حل ملاحظ على أن هناك ارتفاع لدرجة الحرارة مما يؤدي لتبخري الماء في هذه الحالة بطبط حل تبخر الماء ينتج عنه بطبط حل توضع الكيس بطبط حل والذي في هذه الحالة سيلعب دور إسما سيعمل على سمنة أو ربط الحبيبات الرملية فيما بينها وهكذا بطبط حل يصبح هذا الكتبان الرملي مع مرور الزمن بطبط حل كتبان تخري فعلا الكتبان الرملي يتحول إلى كتبان تخري نتيجة ماذا بطبط حال لأن الكيلس هو عبارة عن إسمنت يربط بين الحبيبات الرملية ينتج عندك تحول كتبان الرمل كما أشرت إلى كتبان صخري ننتقل الآن إلى النشط الرمع مراحل ظاهرة التسخر لذلك كما تلاحظون معي بطبط حال في وسط ماء عملية ترصب كمرحلة أولى بطبط حال هناك ترصب للعناصر الملقولة على شكل حبيبات متفرقة ومشبعة بالماء مرحلة الثانية نلاحظ أن الضغط يؤدي بطبط حال إلى تقارب هذه العناصر فيما بينها هنا نتكلم عن عملية التماسك بطبط حال ارتفاع درج الحرارة في هذه الحالة سيؤدي لتبخر الماء وبالتالي توضع الأملاح الدائبة في الماء بطبط حال مثل كيلس الذي يلعب دور إسمنت الذي يربط بين هذه الحبيبات الرملية هنا نتكلم بطبط حال عن ظاهرة السمنة إذا كما نلاحظ تسخر يتم في عملية أو من خلال عملية هناك عملية التماسك وعملية السمنة نتابع كما تلاحظون معي بطبط حال لدينا هنا الضغط والحرارة وارتفاع درج الحرارة يؤدي إلى طرد الهواء ثم إلى الماء كما نلاحظ لاحظوا معي حجم الهواء في المرحلة الأولى في المرحلة الثانية فهو ضئيل جدا هنا عملية التماسك لكن يمكن أن يحدث في الطبيعة عملية السمنة دون حدوث تماسك في هذه الحالة كما نلاحظ ترصب الكلس الذي يملأ المسام دون تماسك الحبيبات الرملية في مبناء إذن الفراغ المتواجد بين هذه الحبيبات هو عبارة عن اسمنت يربط بين هذه الحبيبات الحتاتية هذا المرحلة واحد مرحلة اثنان مرحلة ثلاثة للتوضيح فقط بطبيعة حال كما تلاحظون معي بطبيعة حال لدينا هنا رمل إذن هذا الرمل سيتحول إلى صخرة متماسكة كيف يتم ذلك؟ إذن الحبيبات الرملية متفرقة يتواجد فيما بينها ماء بطبيعة حال وكذلك هوا ننتقل إلى المرحلة الثانية هناك الضغط الذي يخطع هذا الرسم يؤدي إلى طرد الماء كما نلاحظ وتماسك الحبيبات الرملية فيما بينها بطبيعة حال اتفاع درجة الحرارة المرحلة الثالثة هناك بطبيعة حال تبخر الماء وبالتالي بطبيعة حال ترصب الكيلس أو توضع الكيلس دائم الذي كان دائما في الماء والذي يلعب دور إسمان تربط بين هذه الحبيبات الرملية إذن مراحل تسخر هناك التماسك ثم هناك السمنة فعلا كما بينا ذلك بطبيعة حال الضغط الذي تحدثه الترصبات التي تعله هذا الرسم يؤدي إلى طرد الماء إذن ينتج عن الضغط طرد تدريجي للماء وبالتالي تناقص المساملية لاحظوا معي بطبيعة حال تماسك الحبيبات الرملية فيما بينها صخرة متماسكة إذن التسخر مجموعة من العملية الفيزياء والكيميائية التي تحول الرواسب إلى سخور متماسكة تمر هذه الضاهرة عبر عدة مراحل متداخلة هناك التماسك الذي يحدث بفعل الضغط الذي ينتج عنه تراكم الذي ينتج عن تراكم الرواسب والذي يؤدي إلى طرد الماء السمنة والتي تتم بفضل ترصب المواد الدائبة في الماء مثل الكيلس الذي يعتبر إسما يربط بين الحبيبات الرملية شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله